السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف الأول الثانوي ومع الدرس الثالث الفصل الثادس يتكلم عن السرعة النسبية ما عن بناتي معنى السرعة النسبية؟ السرعة النسبية معناها سرعة جسم بالنسبة إلى جسم آخر يبقى في السرعة النسبية كأني بقارن جسم مع سرعته مع سرعة جسم آخر طيب إذن بناتي عندي إذا كان في جسم الأول والجسم الثاني وهكذا الجسم الثالث يجب أن أحدد سرعة كل منهما فعندي هنا السرعة النسبية السرعة VAC معناها سرعة الجسم الأول بالنسبة إلى الجسم الثالث اللي هو C طيب تساوي حلواتي تساوي حاصل الجمع الاتجاه لسرعة الجسم A بالنسبة إلى الجسم B ثم سرعة الجسم B بالنسبة إلى C فمختصر كلامي بناتي لما أحب أعرف السرعة النسبية بقول عليها حركة سرعة جسم بالنسبة إلى جسم آخر عندي حالات السرعة النسبية حالات السرعة النسبية أكتر من حالة بنات بيسمها إلى ثلاث حالات فتعالوا باعي بنات في الشكل A إذا كان الشخص يتحرك هنا هقول أني سرعة القطار بالنسبة إلى الأرض قطار يتحرك وشخص داخل هذا القطار يتحرك لحظوا هنا بناتي في نفس الاتجاه حركة القطار وحركة الشخص إذا أعطيت بناتي لكل واحد فيهم سرعة وقيمة أقدر أحسب سرعة كل فرد فيهم أحسب سرعة القطار لحالها وأقدر أحسب سرعة الشخص لحاله إذن بناتي تعالوا كده معي في الشكل إذا كان الاثنين في نفس الاتجاه كما بالشكل معناها أعمل عملية جمع أجمع السرعات اللي موجودة عندي فتعالوا كده إذا إحنا سمينا سرعة القطار بالنسبة للأرض T V train بالنسبة إلى LG ground أعطيتها الرمز ده وسرعة الشخص اللي هو يو بالنسبة للقطار لازم أعطيها رمز وقلت ممكن تغيري في الرمز حسب ما أنت حبا طيب وسرعتك أنت بالنسبة إلى الأرض يبقى فيه يو بالنسبة للground عندي اللي تنين في نفس الاتجاه فأنا كيف أحسب سرعتك أنت بالنسبة إلى الأرض إذا كنت أنا بتحرك في نفس اتجاه القطار إذن سرعة تساوي حاصل الجمع الاتجاهي لسرعة الشخص بالنسبة إلى القطار زائد سرعة الشخص بالنسبة إلى الأرض بما هو مختصر الكلام عندما تكون السرعة النسبية السرعتين للجسم في نفس الاتجاه أعمل عملية جمع اتجاهي للسرعات الموجودة عندي طيب إذا كان في الشكل بي أعطاني أنهم في عكس الاتجاه يبقى إيه اللي أنا بحسبوا حلوات في عكس الاتجاه بطرح سرعة الشخص من سرعة القطار اللي موجودة عندي يبقى إذن العلامة الموجب اللي موجودة هنا تتحول إلى علامة طرح يبقى عندي حالتين الحالة الأوذي إذا كان الجسمان يتحركان في نفس الاتجاه أجمع أما إذا كان الجسمان يتحركان في نفس في عكس الاتجاه أعمل عملية طرح طيب بناتي إذا كان الجسمان يتحرك الجسمان أحدهما متحرك والآخر ساكن إذا كان الشخص داخل القطار ساكن لا يتحرك إذن كيف يتم حساب سرعة الشخص؟ معنى أن الشخص ساكن معنى أن سرعته تساوي صفر لكن اللي يرصد الحركة يجد أن الشخص كأنه متحرك بنفس سرعة القطار تبقى الشخص الراصد اللي يرصد الحركة لما يرصد حركة الشخص هيقول لي أني سرعة الشخص هي نفسها سرعة القطار إذا إذا أنت حسبت الشخص الحاله ألاقي أنه ساكن معنى أن سرعته تساوي صفر تمام؟ كده بناتي يبقى دي حالات السرعة النسبية ننتقل إلى الشكل الموجود عندي يقول لي أنا أقدر أطبق نظرية فيسا غورس في حالة إذا كان الجمع الاتجاهي بين السرعات في زاوية قائمة أقدر أطبق نظرية فيسا غورس طيب كذلك بناتي أقدر أن أنا أطبق عملية جمع السرعات إذا كان الأخذ في الاعتبار أن السرعة بالنسبة للهواء تجاه السرعة وكذلك الرياح وكذلك الارتفاع ده بيتم فيه حالة الطيران حالة حساب سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض نشوف بناتي النساء اللي الموجود عندي أعطان هنا يركب أحمد وجمال قارباً يتحرك في اتجاه الشرق إذا رسمنا آدي رسمنا اتجاه الشرق أو المحور X أعطاكي السرعة في كام؟ أربعة يخلونا بناتي نعطي رموز للسرعة عندي سرعة الشخص سرعة أحمد وجمال بالنسبة إلى القارب تمام؟ يبقى السرعة أعطاه هنا الرمز B بالنسبة إلى الووتر الماء اللي الشخص بيتحرك فيه طيب وذا حرج أحمد كرة بسرعة 75% في اتجاه الشمال آدي في المحور في اتجاه محور Y في اتجاه الشمال في عرض القارب طيب ما سرعة الكرة المتجهة بالنسبة إلى الماء؟ يبقى لاحظوا بناتي أعطاني سرعة القارب بالنسبة إلى الركب أحمد قارباً يتحرك في اتجاه الشرق سرعة أحمد وجمال بالنسبة للماء وبعد كده أعطاني سرعة الكرة بالنسبة للقارب اللي مطلوب مني سرعة الكرة بالنسبة إلى الماء أعطاني هنا الرموز الـ VBW بتساوي أربعة والـ VMB بتساوي 75% المفروض أحسب سرعة الكرة بالنسبة إلى الماء طيب لاحظوا بناتي بين الـ X والـ Y زاوية قائمة زي ما أنا قلت من شواية أقدر أطبق نظرية في ثغورس إذا كانت في زاوية قائمة يبقى إذاً عندي سرعة الكرة بالنسبة إلى الماء أقدر أطبقها بهذا الشكل يبقى أنا عندي الـ VMB 75% والـ VBW 4 تربيع طبعاً الجزر إني ده نظرية في ثغورس هيطلع لي الناتج اللي عندي 71% يبقى لاحظوا هنا لاحظوا هنا أنا طبقت نظرية في ثغورس طيب بعد كده بيقول لي الزاوية المفروض أحسب الزاوية اللي بيتحرك فيها الجسم خدنا إحنا أن الزاوية تساوي تان تقسيم السرعتين بالنسبة لبعض أو النسبة بين السرعتين يبقى 75% بالنسبة إلى 4 هيعطيني الزاوية 11 درجة شمال شرق لأن إحنا قلنا تحرك مرة في اتجاه الشمال ومرة في اتجاه الشرق ننتقل إلى الجزئية الأخرى أعطاني هنا بناتي في المسائل التدريبية إذا كنت تركب قطاراً يتحرك بسرعة مقدرها 15 بالنسبة إلى الأرض وأنت ركضت مسرعاً في اتجاه مقدمة القطار بسرعة 2 متر كل سكند فما سرعتك بالنسبة للأرض لحظي هنا أنت اتجاهتي في نفسي اتجاه حركة القطار حركتي في نفسي اتجاه حركة القطار فإذا كيف تحسب سرعتك بالنسبة إلى الأرض بعد وضع الرموز قلنا إذا كان في نفسي الاتجاه بعمل عملية جمع لكن يجب أولاً أن أعطي رموز لكل واحدة فيهم فأقول إذا كنت تركب قطاراً يتحرك بسرعة بالنسبة إلى الأرض يبقى أقول في ترين تي أو ممكن تديها رمز وان إلى الأرض جي وأنت تحركت مسرعاً في يو بالنسبة إلى القطار تي بسرعة 2 المطلوب سرعتك أنت في يو بالنسبة إلى الأرض قلت في نفسي الاتجاه خلاص أعمل عملية جمع يبقى هتساوي هنا 15 زائد 2 يبقى الناتج عندي هيساوي 17 متر لكل سكند ويكون كده المسألة انتهت عندي يبقى ألاحظ إذا كان في نفس الاتجاه أجمع إذا كان في عكس الاتجاه أطرح إذا كان ساكن معناها أن الجسم في الحالة دي السرعة تساوي صفر